السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائينا الطلاب في درس جديد من دروس الرياضية الصف الخامس الدرس الأول الوحدة الخامسة استعمال الأنماط والحساب الذهني في القسمة الجزء الثاني أهداف الدرس إيجاد ناتج القسمة باستعمال الأنماط تهيئة لنستذكر سوياً أعزائنا الطلاب السؤال الأساس كيف يمكن أن تساعدك الأنماط على قسمة مضاعفات العدد عشرة هذا ما بدأنا به في الدرس الماضي أعزائنا الطلاب وقد تكلمنا عن إيجاد الأنماط لقسمة مضاعفات العدد عشرة عنفقت مدرسة 12 ألف ريالاً قطري على شراء عشرين لوحاً إلكترونياً لكل لوح إلكتروني نفس التكلفة ما تكلفت كل لوح إلكتروني لكي نجيب على هذا السؤال أعزائنا الطلاب علينا أن نجيب عن الأسئلة التالية ما المبلغ الذي أنفقته المدرسة لشراء الألواح الإلكترونية؟ أحسنتم 12 ألف ريالاً قطرياً ما عدد الألواح الإلكترونية التي اشترتها المدرسة؟ أحسنتم 20 لوحاً ما المطلوب عزيزي الطالب؟ ما تكلفت كل لوح إلكتروني الآن عزيزي الطالب لكي نستذكر ما تعلمناه في الدرس السابق علينا أن نجد 12 ألفاً تقسيم 20 وهو عدد الألواح لتحدد تكلفة اللوح الإلكتروني الواحد السعر تقسيم العدد الآن عزيزي الطالب فكر في حقيقة أساسية لمساعدتك أحسنتم أعزائي الطلاب لاحظ أن 12 تقسيم 2 تساوي 6 وهي الحقيقة الأساسية لعملية القسمة الموجودة أمامنا الآن عزيزي الطالب لنفكر في مضاعفات العدد 10 الآن لو قمنا بإضافة صفر إلى كل من المقسوم والمقسوم عليه لتصبح عزيزي الطالب 120 تقسيم 20 لاحظ عزيزي الطالب أن 120 هي 1210 وأن 20 هي 2 من العشرات أي أننا سوف نقوم بقسمة 1210 تقسيم 2 من العشرات لتصبح 1210 تقسيم 2 عشرات وذلك يساوي عزيزي الطالب 6 أننا حصلنا على نفس القيمة الآن عزيزي الطالب لو أضفنا صفر آخر إلى المقسوم لتصبح عزيزي الطالب 1200 تقسيم 20 ولا نستطيع إضافة صفر آخر إلى المقسوم عليه لأن العدد المطلوب القسم عليه هو 20 فقد وصلنا إلى العدد المطلوب ولكن المقسوم هو 12000 فلو أضفنا صفر وصلنا إلى 1200 لاحظ الآن أن 1200 هي 120 وأن العشرون هي 2 من العشرات ذلك يعني أن 120 تقسيم 2 من العشرات يساوي 60 ونلاحظ عزيزي الطالب أننا حصلنا على نفس الرقم ولكننا أضفنا صفر على يمين الناتج وذلك هو نفسه الصفر الذي أضفناه على يمين المقسوم بنفس الطريقة عزيزي الطالب لو أضفنا صفر ثالث على يمين الاثنى عشر لتصبح 12000 تقسيم 20 ونلاحظ أن 12000 هي 1210 وأن العشرون هي 12 من العشرات أي أن 1210 تقسيم 12 من العشرات يساوي 600 أي أننا وبنفس الطريقة أضفنا صفر آخر إلى يمين العدد الذي حصلنا عليه في المرحلة السابقة إذن أعزائنا الطلاب نلاحظ أننا نضيف أصفار بعدد الأصفار التي أضفناها إلى المقسوم في حال بقاء ثبات المقسوم عليه كما هو يوضح النمط أن 12000 تقسيم 20 هو 600 الآن عزيزي الطالب إذن تبلغ تكلفة كل لوح إلكتروني هو 600 ريال قطري الآن لنتأكد أعزائنا الطلاب من صحة الحل اضرب لتتحقق من إجابتك سوف نقوم بالضرب 600 ضرب 20 ويكون الناتج 12000 الآن عزيزي الطالب لنبقى في نفس الصفحة 213 تدرب مستقل في التمارين 10 و12 و13 استعمل الحساب النهني لإيجاد الأعداد الناقص السؤال العاشر 560 تقسيم 70 السؤال الثاني عشر 6000 تقسيم 50 السؤال الثالث عشر 24000 تقسيم 60 أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أشكروا حلولكم المميزة تابع معي الآن وتحقق من صحة الحل وصحح الأخطاء الآن لاحظ عزيزي الطالب السؤال العاشر 560 تقسيم 70 56 تقسيم سبعة عشرات ويساوي ثمانية إذن 560 تقسيم 70 يكون الناتج ثمانية الآن 6000 تقسيم 50 لاحظ هي عبارة عن 610 تقسيم 15 ويكون الناتج عزيزي الطالب 120 إذن 6000 تقسيم 50 هو 120 بنفس الطريقة السؤال الثالث عشر عزيزي الطالب 24000 تقسيم 60 يكون 2410 تقسيم 16 ويساوي عزيزي الطالب 400 إذن الناتج هو 400 الآن عزيزي الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة 213 تدرب مستقل في التمارين الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر استعمل الحساب الذهني لإيجاد الأعداد الناقصة الرابع عشر الفان تقسيم 20 الخامس عشر 6390 السادس عشر 240 تقسيم عشر أوقف الفيديو هنا عزيزي الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنتم أعزاء الطلاب أشكروا حلولكم المميزة تابع معي الآن وتحقق من صحة حلولك وصحح أخطائك إن وجدت لاحظ الآن عزيزي الطالب في السؤال الرابع عشر أن العدد الفان هو عبارة عن مئتي عشرة تقسيم والعدد عشرون هو اثنان عشرات ولاحظ عزيزي الطالب أن مئتان تقسيم اثنان يساوي مئة إذن الفان تقسيم عشرون عزيزي الطالب يكون الناتج مئة الآن عزيزي الطالب لنذهب إلى المسألة الخامس عشرة ستة آلاف وثلاثمائة تقسيم تسعون لاحظ أن ستة آلاف وثلاثمائة هي عبارة عن ستمائة وثلاثون عشرة تقسيم والتسعون هي عبارة عن تسعة عشرات وذلك يعني أن ستمائة وثلاثون تقسيم تسعة يساوي سبعون إذن عزيزي الطالب ستة آلاف وثلاثمائة تقسيم تسعون يكون الناتج سبعون لنذهب الآن عزيز الطالب إلى المسألة السادسة عشرة 240 تقسيم عشرة وبنفس الطريقة لاحظ أن 240 هي 24 عشرة تقسيم ولاحظ أن العشرة هي واحد من العشرات ليكون الناتج 24 تقسيم واحد هو 24 إذن 240 تقسيم عشرة هو 24 الآن عزيز الطالب لنبقى في نفس الصفحة 213 تدرب مستقل ولنذهب إلى المسائل التالية في التمارين السابع عشر والثامن عشر استعمل الحساب الذهني لإيجاد الأعداد الناقصة لاحظ عزيز الطالب أن المثال السابع عشر هو 21 ألف تقسيم فراغ يساوي 700 والسؤال الثامن عشر هو 2500 تقسيم 50 الآن عزيز الطالب أوقف الفيديو هنا وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكمل سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكر حلولكم المميزة تابع معي الآن وتحقق من صحة الأخطاء إن وجدت لاحظ عزيز الطالب أن 21 ألف تقسيم عدد مجهول يساوي 700 وهذه هي العملية العكسية التي قمنا بها سابقا وفي هذه الحالة عزيز الطالب سوف يكون 70 عشر والتي هي 700 أحد ضرب كم من العشرات يساوي 2110 فكر في ذلك عزيز الطالب أحسنتم ضرب 30 عشرات وسوف يكون الناتج 2110 إذن عزيز الطالب 21 ألفا تقسيم 30 يكون الناتج 700 الآن عزيز الطالب لنذهب إلى الثامن عشر 2500 تقسيم 50 وبنفس الطريقة عزيز الطالب الموجودة في الأمثلة السابقة 2500 هي 250 عشرة تقسيم وال50 هي 15 وذلك يساوي عزيز الطالب 50 إذن 2500 تقسيم 50 يكون الناتج 50 في السؤالين السابع عشر والثامن عشر أعزيز الطالب قمنا بالتعامل مع المسألة بشكلين مختلفين لاحظ في السؤال السابع عشر كان المجهول هو المقسوم عليه ولذلك استعملنا هذه الطريقة استعملنا الضرب أما في السؤال الثامن عشر فقد كان المجهول هو ناتج القسمة لذلك استخدمنا هذه الطريقة الآن عزيز الطالب نذهب إلى صفحة 214 ممارسات الرياضيات وحل المسائل السؤال الثامن والعشرون تريد روضة توزيع 480 حبة طماطم بالتساوي على 80 سلة كم حبة طماطم وضعت روضة في كل سلة أوكف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكملها سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكر حلولكم المميزة تابع معي الآن وتحقق من صحتي حلك وصحح الأخطاء إن وجدت الحل 480 تقسيم 80 480 والذي هو عدد حبات الطماطم والثمانون هو عدد السلال التي سوف نضع بها الطماطم والتي هي 48 تقسيم 18 ويساوي 6 إذن عدد حبات الطماطم في كل سلة هو 6 حبات الآن عزيز الطالب لنفتح صفحة 214 سؤال التقويم السؤال 31 أي مما يلي يعتبر ناتج قسمة 2400 على 80 أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكملها سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكر حلولكم مميزة تابع معي الآن وصحح أخطائك إن وجدت لاحظ معي الآن عزيز الطالب أن 2480 هو عبارة عن 2140 تقسيم 18 والتي تساوي 30 إذن الناتج هو 30 فالإجابة الصحيحة هي الفرع C الآن لنبقى في نفس الصفحة السؤال الثاني والثلاثون ما المقدار الذي له ناتج القسمة 70 هل هو 420 تقسيم 60 أم 4022 تقسيم 6 أم 4022 تقسيم 60 أم 4022 تقسيم 600 أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل السؤال ثم ارجع إلى الفيديو لنكملها سويا أحسنتم أعزائي الطلاب أشكر حلولكم تابع معي الآن وتحقق من صحة حلك لنبدأ الآن في الأولى 420 تقسيم 60 والتي هي 42 تقسيم 16 والناتج 7 وليس 70 إذن ليست صحيحة نذهب المسألة التي تليها 4200 تقسيم 6 والتي هي 420 تقسيم 61 ويساوي 700 ولا تساوي 70 فإذن ليست قيمة صحيحة لنذهب إلى الفرع C 4200 تقسيم 60 ليكون الناتج 420 تقسيم 16 ويكون الناتج 70 إذن هذه هي إجابة صحيحة لنذهب إلى الفرع D 4200 تقسيم 600 يكون الناتج 420 تقسيم 60 والذي يساوي 7 ولا تساوي 70 فليست إجابة صحيحة إذن الإجابة الصحيحة الوحيدة في هذا السؤال هو الفرع C الآن عزاء الطلاب وبعد أن وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم سوف نستذكر سويا استعمال الأنماط والحساب الذهني في القسمة وكيف تعلمنا استخدام حقائق الضرب لإيجاد ناتج الضرب وكيف استخدمنا الأنماط في ذلك حيث أننا قمنا باستخدام الأنماط واستخدام أنماط العدد 10 التي تعلمناها فالضرب سابقا للاستفادة منها في إيجاد ناتج القسمة لهذا الدرس أتمنى أن يكون درس اليوم أصبح واضحا لكم أعزاءنا الطلاب إلى أن نلتقيكم إن شاء الله تعالى في درس جديد من دروس الرياضيات أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته